موسيقى اليوم التساؤل المطروح هو موقع المغرب في هذه الجائحة التي توصيب العالم طبعا الحضرة من المهم أن الغرباء يكونوا عارفين ما هو واقع حولهم لأن مع الأولامات لا تبقى شيئا ما تبقى في البلاد أو لا تبقى في البلاد أخرى هذه الجائحة بدأت أول ما بدأت من الصين من الناس يقولون ربما هذه مرة تصل إلى العالم محدودة في الصين بعد أيام قليلة بدأت البواديها في أوروبا بالإمكانيات ديالها في الدول الأوروبية كلها الآن تعاني من الجائحة هذه الكورونا ثم بعد ذلك وصلت المستويات القياسية في ألمانيا في إيطاليا في إسبانيا في فرنسا رغم الإمكانيات التي تمتعها الدول والآن طبيعة الحال بحكم أن المغرب تنقلات للمواطنين المغاربة أو للسياح الأجاني بين المغرب وخارج المغرب الوباء وصل المغرب طبيعة الحال نحن كمواطني المغاربة مسؤولين أولا نكونوا عارفين ما هو واقع وفي نفس الوقت قد نكونوا في مستوى المسؤولية هذا الفيروس ينتشر بوسائل معروفة إما بقطارات الرداد أو اللعاب أو المخات اللي كيكون في الأنف أو بوصفة اللمس المباشر خلال المصافحة أو في العناق كينتقر أيضا لما كان يقص بعض الأسطح لأن الفيروس يبقى فيها واحد المدة التي تروحها من ساعتين واحتلها بعوشين ساعة أو بعض الأحيان إذن الوسائل للتدقل والانتقال عارفينها